اهو ده صاحب بس صاحب خاين وملوش امان بس فيه اوصاده صحاب كتير جدعان الصاحب الحقيقي هو اللي يصون السر ووقت الشدة يبان زمان اهلينا كانوا دايما يقولوا ان الصديق وقت الضيق طبعا هو الصاحب ليه ايه عند صاحبه اه ليه ايه غير انه يسأل عليه ويقف جنبه وقت الشدة وهو ده الوفاء بين الاصدقاء رغم انهم قالوا لنا زمان ان المستحلات التلاتة الخل الوفي الخل الوفي من المستحلات التلاتة معقولة معقولة الخل اللي هو الصاحب اللي معاك على المرة قبل الحلوة معقولة بقى الوفاء والاخلاص من المستحلات اهلي زمان دول برضو كانوا متشائمين حبتين زيادة بس الصاحب الجدع الوفي هو اللي بيهون عليك الطريق وقال لك ايه قال لك اختار الرفيق قبل الطريق والصاحب الجدع الوفي بيبقى اكتر من اخوك ورب اخ لم تلده امك والصاحب الجدع الوفي ما يسبكش ابدا ودايما لازق فيه ويقول لك كلان وفلان زي طرين في جراب اه اه او او في قفص او على شجرة اه 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 ما علينا اول صجارة شربتها مين اللي عزم عليك بيها اول واحدة حبتها مين اللي جريت عليه وحكت له وتلف الايام وتلاقيها تجوزته مين اللي كان بيوقفك جون عشان يلعب هو راس حربة ويجيب جوان لان الكورة بتاعته مين اللي كان دايما جنبك في الامتحانات عشان يغش منك عشان كده يقول لك الصديق وقت الضيق بس احيانا برضو ما بيجي لكش من الصديق غير الخوازيق وهو ده اللي بيسميه صديق السوق اللي ينزلك تحت عشان هو يطلع فوق اما الصديق اللي بجد اللي بيظهر وقت الجد اللي بيقف في ظهرك لأقصى حد هو